موسيقى العاشر صباحا من الميادين وتتابعون فيها موسيقى ترامب يؤكد من وولتر ريد أنه سيستأنف حملته الانتخابية وفريقه الطبي يتحدث عن تفاؤل حذر موسيقى الشرطة الإسرائيلية تفرق تظاهرات ضد نيتنياهو بالضرب والاعتقال ووسائل إعلام تتحدث عن أكثر من 150 ألف متظاهر موسيقى الرئيس بري لوفد شبكة الميادين اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية للبنان خطوة مهمة لكنها غير كافية وتأكيد التمسك بكل مندرجات المبادرة الفرنسية موسيقى قصف نارميني أذربيجاني متبادل في مناطق ناجورنو كاراباخ وباكو تتحدث عن سيطرة على مناطق في الإقلي موسيقى أعلن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأخير لم يخرج بعد من مرحلة الخطر من جراء إصابته بفيروس كورونا الطبيب شون كونيلي أشار إلى أن الفريق الطبي الذي يعالج ترامب متفائل بحذر ولو أنه أحرز تقدما كبيرا منذ إعلان إصابته بالفيروس وكانت رويترز نقلت عن مصدر المطلع أن مؤشرات ترامب الحيوية كانت مثيرة للقلق وأن الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستكون حاسمة وفي فيديو سجله من مستشفى وولتر ريد العسكري حيث يعالج من إصابته بفيروس كورونا أكد ترامب أنه يشعر بتحسن وأن حملته الانتخابية ستواصل عملها جئت إلى هنا ولم أكن أشعر بأني في حال جيدة لكنني أفضل الآن فالجميع يعمل بجد لمعافاتي علي العودة إلى العمل وجعل أمريكا عظيمة لقد قمنا بعمل عظيم ولكن هناك خطوات يجب إنجازها لإتمام هذا العمل وأنا أتطلع إلى استئناف الحملة وسأعود قريبا وبسبب وجود الرئيس الأمريكي في المستشفى من المقرر أن يختصر وزير خارجيته مايك بومبيو جولته المقررة في آسيا المتحدثة باسم الخارجية أشارت إلى أن بومبيو سيكون في توكيو من الأحد إلى الثلاثاء حيث سيلتقي وزراء خارجية أستراليا والهند واليابان لكنه لن يتوجه إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا كما كان مخططا في الأصل وصفت وسائل إعلام إسرائيلية التظاهرات ضد رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو بقولها إن كل إسرائيل تتظاهر وفق وسائل الإعلام فإن أكثر من 150 ألفا تظاهروا في أنحاء إسرائيل ضد نتنياهو الذي سعى إلى أغلاق شارع بلفور أمام المتظاهرين فحصل على مئات الآلاف منهم في أنحاء إسرائيل وفق تعبير وسائل الإعلام الإسرائيلية وقد عمدت شرطة الاحتلال إلى تفريق المتظاهرين بالضرب والاعتقال حيث وصل عدد المعتقلين إلى ثمانية وثلاثة أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برري خلال لقائه وفدا من شبكة الميادين الإعلامية برئاسة رئيس مجلس إدارتها غسام بن جدو أن أكبر خيانة للمبدأ ما حصل مع قضية فلسطين والقدس في محيط متلاطم من التداعيات الخطرة من العراق وسوريا إلى اليمن يقع لبنان هكذا وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه برري واقع بلاده خلال استقباله رئيس مجلس إدارة قناة الميادين غسام بن جدو والوفد المرافق له هو يرى أن غيمة التقسيم لا تزال تهدد هذه الدول فيدعو اللبنانيين إلى الصبر وعدم الاستسلام لهذا الخطر الذي يهدد الأمة برري اعتبر بلاده المتضرر الأكبر من أي صلح مع إسرائيل ورأى أن قرار ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة خطوة ضرورية يجب مواكبتها فيما جدد تأكيده ضرورة تشكيل الحكومة سريعا بصفتها عامل إنقاذ للبنان من أزماته ولدورها في تنفيذ اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية بحرفيته رئيس البرلمان اللبناني أكد أن اتفاق الإطار يعني ترسيم الحدود لا أكثر ولا أقل وكفى بيعا للمياه في حارة السقين وفي الموضوع الحكومي جدد التمسك بكل مندرجات المبادرة الفرنسية وأن التحدي الأساس هو الاتفاق على اسم لرئيس الحكومة الرئيس برري حذر من عودة الإرهاب ومن أن مشروع داعش لم ينتهي في سوريا ولا في العراق أو في لبنان وشدد على أولوية القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية معتبرا أن التبعث رأصاب العرب بعد أن فقدوا الطريقة إلى فلسطين وفي الشأن العراقي أكد برري الضمانة التي يمثلها آية الله السيد علي السستاني لحماية هذا البلد ووحدته قالت مصادر للميادين أن لقاء بين السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشي ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي كان وديا وصريحا المصادر قالت أن حزب الله أعاد تأكيد احترام المبادرة الفرنسية كما وردت وأضافت أن السفير الفرنسي أبدا تفهمه لما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في معرض تفنيده ما أحاط بالمبادرة وطريقة تنفيذها جاء الرد الإسرائيلي على تكذيب حزب الله ادعاءات نتنياهو حول مخزن الصواريخ باهتا وأقل من عادي ولا يحمل أي معلومات ذات معنى وذلك بعد أكثر من سبعين ساعة على رد السيد نصر الله وتعريته الرواية الإسرائيلية علي الأحمر أهلا بكم قرابة سبعين ساعة احتاج الجيش الإسرائيلي للعثور على جواب على إثبات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كذب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وعلى الجولة الإعلامية التي نظمها حزب الله لوسائل الإعلام في الموقع الذي ادعى نتنياهو أنه مكان لتخزين وتصنيع الصواريخ للحزب للمفارقة أن السيد نصر الله لم يحتج لأكثر من ساعة ليكذب نتنياهو على الملأ وخلال ساعتين نظمت العلاقات الإعلامية في حزب الله جولة إعلامية لتعرية الرواية الإسرائيلية فيما يلتزم نتنياهو ووزراءه الصمت منذ نحو أربعة أيام ومعهم الجيش الإسرائيلي قبل أن يصدر الأخير بيانات أقل ما يقال فيها تمخض الجبل فولد فأرا رد الجيش الإسرائيلي اعتمد أسلوب التشويق والإثارة وفي جزء منه اعتمد على مادة من قناة الميادين ركز فيها على عنصري عمل المصنع وهوية صاحبه فجيش الاحتلال قدم معرفته اسم صاحب المصنع على أنه إنجاز استخباري مع أنه ظهر على كل الشاشات بصوته وصورته واسمه وكأنه اكتشف البرود شرح طبيعة عمل الألات التي ظهرت في المصنع بينما يعرف الجميع أنها تستخدم في تصنيع الأنبيبي وتليين المعادن ووفق هذا المنطق فأن كل مصانعي ومعامل الحديد في لبنان هي مصانع صواريخ لكن التدقيق في الرواية الإسرائيلية المتأخرة يصح فيها القول الشائع وفسر الماء بعد جهد بالماء جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قدمت قلق بهذا التجاه ونحن بينا جديتنا بالعمل على توفير الأمل للبحثات الدبلوماسية وهذا القلق الجميع نعترف به ليس الوزراء المتحدة أمريكية فقط وإنما كل البحثات الدبلوماسية العالمية الأوروبية والعربية تترى أن قلقها يجب أن نعترف هذه التهديدات أو هذه العزلة ستؤدي إلى انهيار اقتصادي مباشر العراق لحد هذه اللحظة أغلب الوداع مالتا وكل بيع النفط مالتا أنطلق الوزراء المتحدة أمريكية واستعدادا للانتخابات النيابية المبكرة تستمر اللقاءات والاجتماعات السياسية بين القوى العراقية للتوصل إلى تفاهمات وتوافقات سياسية عبدالله بدران تقرأ أولا من جدول الأعمال تقرير لجنة القانونية حول الدوار متعدد لقانون انتخابية لا حسم ولا موقف نهائيا من الدوار الانتخابية أزمة يقول الأفريقاء العراقيون إنها لن تعرقل الوصول إلى نهاية توفقية لقانون الانتخابات المبكرة بعد أن قررت الحكومة وحددت موعد الانتخابات في حزيران يونيو من العام المقبل لكن ثم تظروف يقول دعاة التريث إنها تحول دون إجراء انتخابات ضمن المعيار المطلوب هناك عمل منظم لتسويف هذه الانتخابات وإخراجها من مضمونها وأن تكون هذه الانتخابات موجهة لصالح كتل سياسية بعينها من خلال تعويق اعتماد البطاقة البيومترية القوى الكردية التي لم تغب عن رصد تطورات اللقاءات السياسية أكدت أنها لن ترتض اعتماد مبدأ الأغلبية عند التصويت على ما تبقى من قانون الانتخابات فذلك وفق قيادات في الجماعة الإسلامية الكردستانية يلحق الضرر الكبير بالمكون كل العالم يقول والبرلمان نفسه يقول بأن هذا البرلمان مزور نتيجة انتخابات 2018 فإذا نستعجل ونفس الوسيلة اللي سوناها في 2018 نكررها هذا لا يعني ما سونا شيء وتحاول القوى السياسية العراقية حسم موقفها مما تبقى من القانون ولا سيما ما يتصل بعدد من المقترحات ومنها تقسيم الدائرة الواحدة إلى ثلاثة أو خمسة مقاعد برلمانية أو أكثر خمسة عشر مليون عراقي استعدوا للانتخابات وحدثوا سجلاتهم بايومترية من أصل ستة وعشرين يحق لهم التصويت هكذا تريد مفوضية الانتخابات أن ترسل رسائلها بأنها ماضية لإنجاز ما يمكن إنجازه من عملها الذي لا ينتظر توافقا سياسيا ولا تخصيصا ماليا لتعيد الكرة مرة أخرى لمجلس النواب عبدالله بدران بغداد الميادين قبل الملك الأردني عبدالله الثاني استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي يترأس الحكومة الأردنية منذ سنتين وكلف الملك الرزاز وحكومته بالاستمرار في تصريف الأعمال وذلك إلى حين اختيار رئيس للوزراء وتأليف حكومة جديدة في الأردن في النشر ولكن بعض الفاصل حرائق غابات كاليفورنيا مستمرة منذ نحو شهر أهلا بكم من جديد قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر النصنعاء تعد لعمل ديبلوماسي قد يقلق التحالف السعودية من دون أن يعطي مزيدا من الإضاحات إعلان الرياض وحكومة هادي مقتلى عناصر إرهابيين واعتقال آخرين في عملية أمنية في محافظة المهرة شرق اليمن يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن استدعاء القاعدة في هذا التوقيت أحمد عبد الرحمة السعودية تحرك ورقة القاعدة في المهرة شرقية اليمن لشرعنة وجودها على حدود سلطنة عمان وسواحل بحر العرب هكذا علقت لجنة اعتصام أبناء المهرة على إعلان الرياض وحكومة هادي مقتلى ثلاثة عناصر إرهابيين والقبض على آخرين في عملية أمنية وصفت بالمسرحية المفضوحة لتبرير احتلالها وبناء مزيد من السجون السرية في الغيضة وتسويق نفسها دوليا يبحثون من فترة عن شرعنة هذا التواجد لأن المهرة بعيدة عن مركز العاملية أو ساحة المعارك وبالتالي كان لابد من إيجاد ولو معركة سورية بين أدوات المرتزقة فيما بينهم البين بهذه الطريقة تعزز السعودية وجودها في المهرة وبإرسال مزيد من الجنود المتعددي الجنسية والعتاد تعزز الإمارات هيمنتها على جزيرة سقطرى التي تشير المعلومات الواردة منها إلى دخول سفينة إماراتية جديدة محملة بمئات الجنود السودانيين والسنغاليين بعد أقل من شهر على دخول سفينة سابقة محملة بخبراء أمريكيين وإسرائيليين إمعان الإمارات في المضي في هذا الجانب يدل أن هناك أشياء كبيرة يعني ربما تخطط لها إلى الآن ليست معلومات لدى الكثيرين نتوجس خوفا من هذا الجانب ارتباط الإمارات وتقاربها وتطبيعها مع أسرائيل يزيد الأمور خطورتان وفي عدن هدد المعتصمون العسكريون بتصعيد وصفوه بالأوسع ضد التحالف وحكومة هادي والانتقالية بعد وفاة رفيقهم في الاعتصام العقيد هشام نشطان بعد أسابيع من وفاة العقيد الطيار عبد العزيز الصبيحي بنوبة قلبية داخل مخيم الاعتصام من دون أن يحصل على مستحقاتهما المالية منذ تسعة أشهر متتالية بذريعة مواجهة القاعدة دخلت القوات الإماراتية حضرموت وسقطرة وبالذريعة نفسها تسعى السعودية اليوم إلى تبرير بقاء قواتها في المهرة تنظيم القاعدة نفسه الذي يقاتل إلى جانب التحالف في مواجهة الجيش واللجان الشعبية أصبح عدوا في المناطق الأخرى أحمد عبد الرحمن صنع الميادين أعلن الوفدان الليبيان المجتمعان في المغرب استمرار اللقاءات بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بمواد من اتفاق السخيرات جاء ذلك في بيان مشترك لوفداء المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثاني للجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة وأضاف البيان أن الحوار يجري في أجواء من التفاهم حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغل المناصب السيادية وفق اتفاق السخيرات شاهدت منطقة ستيبا ناكرت قصفا متبادلا بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية في إقليم ناجورنو كارباخ الذي يشهد مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو أسبوع في موازات ذلك أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن قواته سيطرت على سبع قرى على خط التماس مع الإقليم فيما تحدث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن لحظة مصيرية تواجهها البلاد داعيا الأرمينيين إلى توحيد الصفوف الوضع في ناجورنو كارباخ بحثه باشينيان في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجلا ميريكل باشينيان تحدث عن مشاركة عسكريين من تركيا ونقل أنقرة مسلحين ومرتزقة للقتال في أذربيجان فيما شددت ميريكل على أهمية وقف إطلاق النار واستئناف العملية السلمية وفق البيان الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أطلع السفير الكوبي في لبنان أليكسندر بليسر مراجع الميدين على آخر المستجدات بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له السفارة الكوبية في واشنطن في الثلاثين من نيسان أبريل الماضي مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لا تزال تلتزم الصمت معتبرا أن الامتناع عن الإدانة العلنية للهجوم يظهر حجم التساهل والتلاعب من قبل الإدارة الأمريكية السفير قال أن الإدارة الأمريكية ظلت مترددة في تصنيفها الهجوم عملا إرهابيا لافتا إلى أن موقف واشنطن يتناقد كليا مع خطابها حول مكافحة الإرهاب كما شدد على وجوب إقرار الإدارة الأمريكية بالطابع الإرهابي للهجوم وأن تتقاسم مع كوبا المعلومات بخصوصه معتبرا أن عدم القيام بذلك يرقى إلى درجة التساهل مع الإرهاب بدأت في لبنان فجر اليوم إجراءات عزل أكثر من مئة منطقة وبلدة حيث الانتشار الأكبر لفيروس كورونا وفيما تجاوز عدد الوفيات بالوباء مليونا وسبعة وعشرين ألف حالة عالميا لا تزال الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في عدد وفيات يقارب مئتين وثمانية آلاف حالة تليها البرازيل ثم الهند وفي تونس أعلن رئيس الوزراء هشام لمشيشي حظر جميع التجمعات والفعاليات العامة والخاصة في محاولة لحد من انتشار الفيروس الذي يهدد قدرة استيعاب المستشفيات وفي كلمة متلفزة كرر لمشيشي ضرورة وضع الكمامات وقال إن الأرقام والمعطيات لا تطمئن وإن الوضع الوبائي يتسلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة وبسبب جائحة كورونا ما زالت المسيرة التعليمية متوقفة في قطاع غزة حيث ألقت بظلالها على الحياة العامة ومستقبل عشرات الآلاف من الطلاب أحمد غان شهران كاملان مضياء على إعلان اللجنة الحكومية في غزة ووقف العملية التعليمية بشكل كامل في المدارس والجامعات ورياض الأطفال ضمن خطتها الاحترازية لاحتواء جائحة كورونا جائحة ستترك إذا ما استمرت من دون إيجاد حلول لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة أثارا عميقة على التحصيل العلمي لنحو 150 ألف طالب وطالبة هناك عدة سيناريوهات وضعتها وزارة التربية والتعليم السيناريو الأقرب للتنفيذ إذا ما استؤنفت الدراسة هو أن لا يزيد عدد الطالب عن 25 طالب على حد أكثر في الفصل الواحد ويكون دوامه على جزئين أرواع متناقضة طرحت حول وضع التعليم في ظل كورونا وحصرت بين خيارين إما العودة إلى الدراسة الوجهية وهو ما قد يعرض الطلاب لخطر الإصابة أو التوجه نحو التعليم الإلكتروني الذي يعد تطبيقه أمرا صعبا ولسيما في ظل انعدام الإمكانات بفعل الظروف الاقتصادية بالنسبة للتعليم البديل كثير مؤوقات موجودة عنا الطيار الكهربائي اللي منقطع باستمرار عنا إمكانية الناس المحدودة بالنسبة لأنهم يشبكوا إنترنت بشكل دائم تعليم الوجاهي وهي مشكلة أكبر أنه إحنا كأمهات رح نظلنا شعرين بقلق على أبنائنا لكن بالنهاية الأمهات عليهم أنهم يحسموا أمورهم يعني إذا إحنا بدنا نستسلم للكورونا وتعليم عن بعد مش قادرين وتعليم وجاهي مش قادرين إحنا رح نحط ولادنا ومستقبلهم وتعليمهم على ما حك وفيما تدرس اللجنة الحكومية التعايش مع كورونا فإن عودة الطلابة لمقاعد الدراسة تفرض مسئولية أكبر عليها لاتخاذ تدابير وقائية مشددة تحول دون تحول المرافق التعليمية لمناطق وبائية وتظل ظروف القطاع المحاصر بإمكاناته المحدودة عاملا مؤثرا في قرار استئناف المسيرة التعليمية في ظل جايحة كورونا التي هددت ولا تزال عاصب المنظومة الصحية التي قد تعجز عن احتواء الوباء حال تفشيه بين الطلاب أحمد أنم غزة الميادين إلى كاليفورنيا حيث يستعين رجال الأطفاء بالمروحيات لإخماد النيران المشتعلة في وادي نابا وقد أدى الحريق الكبير المندلع منذ أكثر من أسبوع شمال سان فرانسيسكو إلى تدمير أكثر من 240 منزلا ومنشأة كما أتى على 63 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في جينيف شهد المهرجان الدولي للأفلام الشرقية حضورا جماهيريا رغم انتشار وباء كورونا موسى عاصي تحت شعار المقاومة المؤنثة افتتح مهرجان جينيف الدولي للأفلام الشرقية دورته الخامسة عشرة أفلام قصيرة عرضت في قاعات مدن جينيف والوزان وبيل تسلط الضوء على إبداع المرأة ومقاومتها للصور النمطية نساء لعبنا دورا محوريا في تاريخ معين كالفنانة السورية الراحلة الأميرة أسمهان أو سيدة إيرانية استعادت زوجها الأسبق من مأوى العجزة للعيش مع عائلتها الجديدة إيران دائما عنده حرش قبيل في مهرجان تاجونها وشفنا الأفلام الإيرانية ستستطيع دائما تفرض نفسها بطريقة قوية جسوي سيرانو فيلم جزائري قصير يحكي قصة فتاة باريسية محجبة ترفض نظرة المجتمع الغربي إليها نريد أن نوصل رسالة من هذا الفيلم بأن المرأة مهما كانت محجبة أو ليست محجبة هذا ليس إلا هو شيء بسيط ليس علينا أن نتوقف عندها وما علينا هو أن نعتبرها كإنسان وكامرأة فقط يمكنها أن تكون في أي مناصب طاطا ميلودا فيلم يروي قصة كفاح سيدة مغربية أمية عانت من زواج مبكر ومن العمل في تنظيف المنازل وفي الخمسين من عمرها تحولت إلى نجمة سينمائية أنا لعبت أنا جويت في تريز فيلم ديفيران في بلجيكا للمان فرانس ماغوك نيويورك سيقراس محاربة الأمية شكرا الله محاربة الأمية أنا إنسان حيا وكان كل شي العباد سيروا المحاربة الأمية سيروا تقرأوا ليه ما عرفش يقرأي وشي المحاربة الأمية باش يلقى حياة جديدة أكثر من عشرة ألاف مشاهد كان يجذبهم المهرجان كل عام أرقام هذه السنة متواضعة جدا ويأمل المنظمون عودة الحياة إلى طبيعتها مهرجان الفيلم الشرقي موعد سنوي يحظى باهتمام واسع لدى جمهور السينما في جينيف لكن وباء كورونا حال دون إتمامه بحلته التقليدية وبدل عشرات الأفلام التي تعرض عادة اقتصر العرض هذا العام على نحو عشرة أفلام فقط وبحضور رمزي للجمهور موسى عاسي جينيف المياني إلى العنوي ترامب يؤكد من وولتر ريد أنه سيستأنف حملته الانتخابية وفريقه الطبي يتحدث عن تفاؤل حذر الشرطة الإسرائيلية تفرق تظاهرات ضد نيتنياه بالضرب والاعتقال ووسائل إعلام تتحدث عن أكثر من 150 ألف متظاهر الرئيس بري لوفد شبكة الميادين اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية للبنان خطوة مهمة لكنها غير كافية وتأكيد التمسك بكل مندرجات المبادرة الفرنسية قصف أرميني أذربيجاني متبادل في مناطق ناجورنو كارباخ وباكو تتحدث عن سيطرة على مناطق في الإقليم للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدين دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين.net ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانو.الميادين.net إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة